زمان زمان على رأي الفنان عم منع مدبولي في فيلم مول ديا دونيا إخراك حسين كمال لما قال لك ما فيش حاجة هتحصل للدولار ولا الأسعار ولأ وكانت ثقة الجنة ده عليه ثقة وحيات ربنا عليه ثقة ما كانتش عنده أينشتاين ولا زحاق نيوتن اللي قلب الكوكب ما كانتش عنده ما فيش حاجة فاكرين على رأي الفنان راح مطلع عليه إبراهيم ناصر ما تيجي نشوف لن يحدث تصعيد في الأسعار للسرع الأساسي ومطالب الناس مهما حصل وسحصل حاجة للدولار إيه على السقة في الفيلم 16 لن يحدث ده بقى اللي حنفي حنفي ده اللي حنفي أوي حنفي اللي هو فيلم فيلم ابن حميده هو حنفي بالظاف مش هتقتب تنزل المرأة لن يحدث وثقة هتشوفه في 306 دولة جديدة بقره تشوفه ما هو بص في الثقة ما فيش أبوه المشكلة أن السيسي بيعتبر نفسه زعيم والقائد والصاحب إنجازات ولما حد يتكلم عن هيار الجنيه أو غلاء الأسعار يقولك أنت الشعب أنهم بيهروا أنت بتهروا تفرق 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 إلعب إلعب يا عمي أنت متأخر ليه إلعب لم يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأفاسية ومطالب الناس مهما حصل ومش أسب حاجة للدوار يعني لكن يقول مهما حصل للدوار حول التعبير الجميل اللي ممكن ما تنسهوش بطلو هاري بطلو هاري با وميلي بيهر السيسي وحكمته وجهازه الإعلامي مش فالحين غير في تضليل الشعب والضحك عليه وخدعه بكلام معصول عن الدولار اللي سعره مش هيزيد ولو زاد فأكيد هينزل تاني بعد شوية خلالي نشوف كده طرق عمر أيام ما كان الدولار بيعمل إيه وقال طرق كده ودي هتفرق هتعمل وضع وسمعه وتدفقات بقى كده بالدولار بقى بربع الميل ونستحمق قسم السريع الدولار في أكتوبر نوفمبر سنة سبعتاشر حيبقت سبعة جنيه منين المعنومة دي؟ أكتوبر نوفمبر جبتها منين ساعة؟ أنا هقول لكم أكتوبر نوفمبر طمانتاشر لما يبقى واحد معا دولار ويجاي بقولك تقوله يجري العب عيد أنا بقولك الدولار هيفضل ينزل مش هيزيد حلو؟ مش هيزيد كلمة عشرين جنيه مش هتحصل وأنا أو حسب على هذا الكلام مش من مطأ أنا مش مسؤولة عن حاجة لكن أنا كنت الحقيقة أطلب شاطر جدا في الاقتصاد جدا يعني واليوتيوب لا ينسى مش هيوصل تلتين وده عنده كان جاب السقة منين الودة؟ الودة له صحاب ولا حاجة له أهل؟ إيه السقة دي؟ واليوتيوب شاهد؟ يعني الفيديو ده شاهد عليه؟ وبعدين ده فاروق فاروق يازلي الحنين مال الهواء اللي هو ده اسمه فاروق المقراحي ده ده كان بتاع أموال عامة والدولار في 2018 يبقى بربعة واللي بقى دولار هيبحت خلص بينه جهلة لا وبعدين إيه؟ ودي على فكرة من سمات الجاهل من سمات الجاهل إنك تلاقي صاحبه صاحبه الجاهل أي رأي عنده ما عندوش شك فيه خالق يعني يعني تلاقي العالم أعتقد أظن ربما الجاهل بقى لا ما عندوش ما عندوش يامر حميني في السقة قال لك بص 2018 طريق عامل قال لك الدوار هيبقى بربعة جنيه وده قال لك أنا كنت شغط اللاني يحدثوا حاجات دي كلهم على شكلته خلاني نشوف بقى الست بقى إحنا يفوتنا يفوتنا موال الست أو موال الصبر نشوف بقى موال الصبر يعيني على الصبر يعيني عليه على رأيي الأستاذ توفيق الدين مش الأستاذ وديع الصافي لأن وديع الصافي ليه أغنية عن الصبر جميلة لكن أنا هنا عند الولية دي نستخدم الأستاذ توفيق الدين يعيني على الصبر اسمع نداء للجميع صحيح إن الأزمة علينا كلنا على الكبار والصغار والمتوسطين وكل حاجة وهذا بتبقى التبرعات ساعات بتقل لكن هذا وقت التكاتف هذا وقت التكاتف إن لو أنت كنت بتتبرع بعشرة جنيه أرجوك حاول تفضل تتبرع بعشرة ويمكن 15 كمان حتى لو ضغطت على نفسك تقيل عليك الشيلة؟ ما تشلش تقيل عليك يا دكتور مورث الشيلة؟ ما تشلش تقيل عليك يا دكتور أندين الشيلة؟ ما تشلش تقيل عليك قاشت وشفتك يا لميس وانت كل هرمونات القنوسة والشجاعة اختفت وبقاتي قطة سياني يا شارسة قاشت وشفتك انت وجوزك وصحابك وكلكم لما هرمونات الأسود اللي كانت عندكم دي بقيت نعم قاشت وشفتك نعامة بتحط رأسك في التراب مش قادر افتحبوك لكن تخيل بقى انت طالما جبنا سير توفيق الدقن نجيب بقى البازة فاندي ساقة اعدادية لما طلع قال على عمر قديب ايه اسمع؟ عزل اللي بيقوله الأخ عماد قديب ما تصدقه عمر قديب تصدقهش ليه؟ لأنه حتى لو فيه مشكلة ضخمة جدا عمر قديب مش هتأثر بحيث لا هو ولا ولاده ولا عيلته ولا بتاع يا اوه يا عمر قديب اخر خيرا يأخذ نفسه راح يأخذ السعودية خلق يا اوه رجل عنده كافير سعودي تمام؟ فمعندوش مشكلة كويس؟ في البساطة شديدة جدا مروني ضخم بحيث لزياء فالبPs اعتقد أن هذا هو سعود mengheld الري están بيخدم الترجم الكلاتsınız في correspond neoliberal فالسعودي من حقها يحصل لها في بشكل محل طبعا مثل مصر وعندها نوع مثل الصمال مثل الصمام مثل الأردن مثل الكويت و PC كل دولة عندها مشروع لكن انا شايف انه فانت اجندتك اجندة سعودية بتروج ليه المشروع السعودي عمال على بطار حلو ووحش بتروج له فانت ملك بقى هنا فتيجي تقوله انا محبش السرق يا بازا فاني لان انا اول واحد في الاعلام ده كله قلت ان عمر اديب هو مندوب مبيعات السندوق السيادي والفيديوهات انا بقى زميلي الحقيقه المعدين لازم مدور على الفيديو ده ونشوف تاريخه كامل انا اول واحد في الوطن العربي قلت ان عمر اديب مندوب مبيعات للسندوق السيادي السعودي فاطلع يا بازا فاني احترم ملكية الفكرية اطلع اقول زي ما قال عليه محمد ناصر خليك محترم يا راجل انت حتى في دي مش محترم المهم الدنيا والاقت هات التويته كده هات التويته كده انا قلت الكلام ده والله دور قلته رحمة قال هيسم ابو خليل بلغ للنائب العام محمد الباز يتهم عمر اديب انه عميد سعودي ويعمل طبقا لاجندة سعودية حتى انت يا هيسم حتى انت يا هيسم يا راجل انا اول واحد في مصر الحقيقة قلت الكلمتين دول قلت عمر اديب مندوب مبيعات السندوق ده انا حتى من كام يوم بقول رسمي كده بعد ما رجع الدول المصري وفي ماتش ماتش الزمالك والداخلية عمر اديب نفس الليلة طلع قال بعد الانجاز القطري في تنظيم كاس العالم ومستوى كرة القدم اللي شفناه وبعد السعودية ما اشترت كريستيان رونالدو رجعنا للدول وانا بشوف الفيديو التعنيه الا حشر كريستيان رونالدو ما الذي اضافه كريستيان رونالدو للدول السعودي وايه الانجاز العربي في ان احنا جبنا واحد كسر مفيش نادي رضي ياخده انا ما لازم نوعش هتلاقي عمر ما بيفوتش حلقة عنده اللي يقولك في الرياض على طول حاجة عظيمة جدا في الرياض حاجة مش عارف ايه حاجة هتلاقي عمر لازم لكن الحقيقة ايه ازا ماك تعادل تحياتي الاتحاد السكنداري سيد البلد المتعادل مع الزمالك لكن للأسف للأسف اهو للأسف يا حضرات حد بعيتلي والله الفيديو مشكورا مشكورا حد بعيتلي الفيديو يا جماعة البزفندي مصر ما يقولش ان انا صاحب هذا السك او المصطلح انه عمر اديب هو مندوب مبيعات او مندوب للسندوق السعودي في مصر لكن للأسف خلينا نرجع الكل صحيح النهاردة على كابوس مخيف لما الدولار قفز قفزة كبيرة جدا بسرعة الصاروخ وطلع تجاوز الى 32 جنيه في ختام التعاملات زي ما بيقول الخبر ده في جريد تلمال انا مليش علاقة امعلم انا ما انه مرجعش اللي وجع العمدة سعر الدولار يسجل 32 عشرين كأعلى قيمة للبيع بنهاية التعاملات الكاتب والنشر هشام قاسم وصف الوضع اللي حاصل بانه زريبة فيها السيسي والمسؤولين بتوعه اللي مفيش ههم ليهم الا انقاذ السيسي وانقاذ نفسهم ومحدش للأسف قادر او يقدر يعرف الدولار هيوصل فيه دي التغريدة بتاعلوا استاذ هشام قاسم اهو المشكلة دلوقتي انه ما فيش حد قادر يعرف مصير الجنيه اغلب المحللين بيقدروا بيقدروا المزيد من التدهور لكن لا توجد منهجية واضحة لتحديد متى يستقر واكتر ما يفاقم هذا الوضع هو زريبة النظام بمسؤوليها واعلامها الذين لا هم لهم الا انقاذ السيسي وانفسهم الدولار ياو استاذ الشام لا هو مش ليهم هم هو السيسي همه غير همهم السيسي مش همه انقاذ نفسه بس سيسي همه تحويل المليارات دي الى حساباته في البنوك برا هم بقى همهم لانهم غير قمعها في نفس المركة طيب واحنا ايه اللي وصلنا للحالة المزرية دي عارفين مين السبب في الحب بالقلب ولا العين اللي وصلنا لكده السيسي الوافق على شروط المزلة من صندوق النقل مقابل انه يهبش كم مليار دولار منهم قروط جديدة وده اللي ضيع بسببه سيادة السيادة المصرية مش انا اللي بقول كده اللي بقول كده القبيل الاقتصادي محمود وهبة اللي بيقول بالناس مؤتمر صندوق النقل لا سيادة مصرية انتقلت السيادة لصندوق النقل وحكام دول خليج مسكنات ستفشل وعود بقرض اضافي لمصر من صندوق النقل بمليار و300 مليون زائد 3 مليار دولار من جهات متفرقة زائد 2 مليار من بيع شركات الخليج معاك عمرا قديم اللي انا قلته اهو العبه كده ده اللي انا قلته واللهي ليه بقى العب يا عم انا اول واحد قلت هنا ده مندوب للصندوق السيادة السعودية العب كده عشان بس اعرفك عليه هو وكيل مندوب مبيعات للصندوق السعودي السيادي السعودي في مصر لسان طول عمره او طال عمره سوري واللي مش عاجبه اي حاجة هو ده مندوب مبيعاتهم يعني عمرا قديم اول انبالح بيعلق على ماتش الداخلية والزمالك اللي اتعادل فيه الزمالك وطبعا الماتش كان فيه مهازل كتير قوي فعمر ده خلي على الناس يقول لهم بعد ما شفنا كاس العالم في الدوحة وفي قطر واستمتعنا بمباراة كاس العالم عادي يا عمر بقى كمل بقى ارجع بقى قول بقى ايه ها مفروض يقول ايه بقى رجعنا للدور المصري ومشاكله صح مفروض كده لا هو قالها ازاي بقى بعد ما خلص كاس العالم في الدوحة وشفنا التنظيم الرائع والماتشات الجميلة وبعد ما السعودية اشترت كريستيانو رونالدو رجعنا للدور المصري انا سوري ايه ايه يعني ايه الانجاز ان السعودية اشترت كريستيانو رونالدو اللي مفيش فريق في العالم طلبه عايزه ايه الانجاز مش عارف يعني انت ليه حشرة يا بازة يا فندي يا بازة يا فندي ما تسرقش قولي ان انا اول واحد اطلقت على العمر كده لكن خلينا نرجع تاني الدولار سان دول النقد مش بيجي من وراء غير الخراب وتجارب دول كتيرة جدا معروفة قبل كده واحنا على فكرة في مصر ايام معطف صدي تقريبا اخدنا قردم السندوق جابنا الخراب مفيش السندوق ما دخلش بلد الا وساب وراء الخراب والفقر مش انا اللي بقول الكلام ده عمار علي حسن وحب بقول الدكتور عمار علي حسن وصفة صندوق النقد الدولي معروف نتائجها فطالما ادت الى انهيار الطبق الوسطى في بلدان عدة وازدياد الفقراء فقرا وسقوط الى افلاس او وقوف على حفته ما زادت تنابلة في حالتنا ان القروض ذهبت الى كثير من المشروعات الاستعراضية للجمهورية الجديدة التي تنام في وهمة وستصحوا على فاجعة نفس الكلام حذر منه الخبير الاوراق المالية واقل نحاس وقال انه لو مسؤول مش هروح السندوق فاكر الفيديو ده بتاع البي بي سي اهو انا معنا اقول له انا لو صارع القرار مش هروح السندوق السندوق بالعكس من 2016 حتى الان كله تأثيراته سربية بيكان في بتنكلم في الموزمة 2016 حتى الان طب احنا بيتي في الواقع الواقع انه الدولة اتجهت لسندوق في يوم 16 القدم هيكون فيه جلسة لمناقشة وضع مصر الحالي طيب فانا بيتيت من الهاء الدعم العيني اعتقد لو صندوق شرعت عليهم اعتقدهم عيبا هل لازالت المشروعات القامية الكبرى سماء في العاصمة العاصمة الادارية الجديدة او ما شبه ذلك هل لازالت بتستنزف موز ان الحصيدة الدولارية الموجودة في الدولة هي خلاتنا كمان رضا عبدالسلام مش الفنان رضا عبدالسلام رضا عبدالسلام محافظ الشرخية الاسبخ لما تكلم من كام يوم عن كارسة اللجوء لصندوق النقد الدولي لم يشوفوا كده السوق والا من اول ما عملنا التعاون الاول ومن اول ما رفعنا الدعم تنفيذا لا جده او برنامج سندوقنا للدول رفعنا الدعم هكنا بنتكلم في الدعم في الموازن شوف احنا عملين ندور في ايه دلوقتي الدعم ده كان كويس جدا للصناعة ده احنا بنتدريس الكلام ده مطلوب عشان يشانجع الصناعة انا مش هدعمه عشان سواد عيونه انا بدعم المصنع ده ولمشروع ده وبدله الحاجة دي انا بتكلف الدولة بشيل شوية من عندي عشان ايه انه يشتغل ويبيع بسعر كويس ويقدم المنتج بسعر كويس لكن النهاردة لما شيلت الدعم وارتفعت اسعار الوكور وارتفعت اسعار كل مدخلات الانتاج والكهرباء والضرائب وفرضنا ضريبة قيمة المضافة عشانه بص من كل ناحية ده في النهاية يقدر ان المنتج اللي طالع ده اللي انصل المستقنق طالع مستريح ولا محمل بتكاليف عشان كده وصل المستقنق كل الناس بتقول بس هو راس هو فيه راس تانية هل من ممكن كده نوصل للنموذج الارجنتيني اللي الحقيقة غرقها صندوق النقد وصل معاها سعر عملة الارجنتين لرقم خرافي ده اللي بيقوله الصحفي محمد النجار وكتب بيقول استناني بيقول شكله تعويم كامل وهنشوف ارقام زي الاحلام ولن تتوقف ولعلنا نتعلم الدرس من درس الارجنتين وقصتها مع السندوق درس الارجنتين في 2018 الدولار باربعة بيزو في 2022 الدولار بمئة تلاتة وسبعين بيزو انا عايز حد يطمني على البيزو اخبره ايدي الوقت بيزو مئة تلاتة وسبعين بيزو ده احنا مش هنطاله البيزو حتى عشان كده بعد الصحفيين والاعلاميين طلبوا من خبراء الاقتصاد يشوفوا وضعنا رايح للارجنتين ازاي ده اللي كتبوا الصحفي عمد عبد الرزاق وكتب يقول يا ريت الاسادزة خبراء الاقتصاد يعملون مقارنة بالمضع وصر وضع الارجنتين في الاستدانة من صندوق النقد البيزو الارجنتيني كان عند نفس سعر الجنيب على التعويم الاول في مصر بين 15 وحتى 18 دولار النهاردة الدولار الواحد بيعمل 180 بيزو النهاردة في قائمة الدول الاكثر استدانة من صندوق النقد بعد الارجنتين بنسبة 14% من كل الديون اللي الصندوق عند العالم هنوصل فين في السيناريو الاستدانة ثم مزيد من الديون لصندوق اقصر الديون الاولى وسلسلة لا تنتهي فهو بيطالب ادرسوا يا جماعة قلولنا في النهاية عبدالفتاح السيسي الحقيقة حط مصر تحت درس صندوق النقد لا شك خلينا نشوف ده كده دولارات خليجية تنقذ الجنيه من انهيار غير مسبوق ده ايه ده بقى ده ايه ده يا جماعة ايه دولاراتها يعني 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 بيقولك انه آه فهمت ماذا مصر بتقول انه التعويم الكامل لم يحدث للجنيه دلوقتي اللي حصل ده لان الخليج اتدخل و وحاول يسنل الجنيه ده مدى مصر طب هو دلوقتي هو دلوقتي حالا بكام علي علي بكام دلوقتي ادخل كده قلنا بكام يعني شوف لنا الدولار بكام على اللوحة عشان بس يا جماعة حد يقول لنا الدولار بكام دلوقتي على اللوحة عشان نبقى عارفين آه ما نفتيش يعني الدولار وصل لمرحلة آه هنا دلوقتي هو 29 سبعين باون آه صح كده لحد الوقتي لحد النهاردة دلوقتي بالليل تصحى بكرة تلاقيه بقى بـ 32 تانية مدى مصر بتقول لا اللي حصل انه الخليج اتدخل هي على مسؤولة مدى مصر مش على مسؤولة انا اتدخل وانقذ ساند الجنيه انا مليش علاقة ومش افتي لكن ده اللي بيقوله مدى مصر هل كانت جنيه هيوصل الدولار هيوصل مستين جنيه مثلا نشوف التفاصيل بتقول صار صيف بتقول قسر الجنيه اليوم خمسين في المية من قيمته امام الدولار في اقل من عام بعد ان تحركت اسعار الصرف الرسمية حيث كسر الدولار حاجز 32 جنيه قبل ان يتراجع في غضون ساعات الى مستوى 29.76 للدولار الواحد في البنك المركزي مما فسره المحلل المالي باحدى شركات الاسمار المالية هشام حمدي المدى مصر بدخول دولارات من خلال شراء صناديق استثمارية خليجية سندات بنحو ربع مليار دولار اليوم والتي دعمت جانب العرض وازهرت تداولات اليوم هذا كده شوية بسوق الاوراق المالية قيادة صناديق الاسمار الخليجية لعملية شراء سندات بقيمة تتجاوز 7 مليار جنيه فيما اتجهت المؤسسات المصرية والاجانب للبيع وبحسب بيانات سعر الصرف بدأ سعر الجنيه في الانخفاض قبل دقائق من الساعة التاسعة صباح اليوم واستمر في التراجع ليصل السعر الى 32 جنيه امام الدولار 11.18 دقيقة لكن بعد ذلك بالدقائق تدخلت السندات السمارية الخليجية بقوة لشراء خمس انواع من سندات خنزات خزانة مصرية بقيمة وصلت ل7 مليار جنيه يعني نحو 250 مليون دولار وتعبر عمليات الشراء الخليجية للسندات الحكومية عن دخول سيولة دولارية للبنوك عن طريق بيع الدولار من قبل تلك السندات للحصول على الجنيه اللازم لشراء السندات التي تباع بالعمل المحلية وبحسب بيانات البورصة المصرية ركزت السندات الخليجية على شراء سندات الخزانة المصرية استحقاق 20 أكتوبر 25 إذا اشترت السندات من تلك السندات ما قيمته تتجاوز 7 مليارات جنيه يعني اختصار عشان ما نطولش يعني هو بيقول لحد الساعة 11 دهر 11 و 18 دي التقريب يقول كده على مدى مصر كان الدولار وصل 32 جنيه وكسور دخلت السندية السعودية اشترت سندات خزانة مصرية ب7 مليار جنيه يعني 250 مليون تعريبا دولار نزلت شوية أو قفت الدولار فتخيل لو السندية دي ما دخلتش واشترت ازون خزانة كان ممكن الدولار يوصل 60 جنيه مثلا على أي حال في النهاية عايزة بشاركم بخير في اقتراحات قوية للاقتصاد المصري في اقتراحات لناس بتفهم مش خبار اقتصادين زي مصطفى شهير الناس دي سيبك من دول دول أعداء الوطن يا فندم ده أحمد سابع الليل في فيلم البريد لا في بقى ناس فكرت في أفكار خارج الصندوق لحل الأزمة الاقتصادية هي أفكار في حقيقة الأمر خارج الصندوق لكن داخل القفص أفكار مبدعة احنا دلوقتي يا حضرات بندي للناس تبوين سكر وزيت وصابون يعمل ليه الصابون في الجتة العكرة مهمش حاجة يعمل ليه الرز وانت ما عندكش زيت ولا سمن مش عملك حاجة فالناس قال بها على الشعب ففكروا فكرة عبقرية خارج الصندوق داخل القفص قال لك الفكرة هناك مقترح بصرف خمسين كاتكوت لكل مواطن على بطاقة التموين مستشار رئيس مجلس الغرفة التجارية للدواج بضميات قال لك ما نصرف خمسين كاتكوت لكل مواطن حد يجي منشراح لان انا صوتي هيتعب ولسه الحلقة طويلة حد يجي منشراح تزغرت تسقف تصوت خمسين كاتكوت بس يعني مش تاكل هأكل كاتكوت السيس يا جماعة احنا وصلنا لمرحلة الهرتلة والجنون الرسمي ده رئيس غرفة مستشار رئيس غرفة رئيس مجلس الغرفة التجارية للدواجد في ضميات الرأس حاجة جامدها في النهاية زي مولتلك سيسي حط مصر تحت درس الاستاذ صندوق النقد وخلاه فرض شروطه عليه طلع الشروط دي اظهرت كذب السيسي طلع سيسي وكذب وقال ان السبب في انهيار الجنيه مش سيسي قاله كده كورونا والحرب الاوكرانية والاعلامين بتقولوا واغنوا على الاغنية دي لكن هو احنا هنا قلنا اني لا كورونا لها علاقة ولا الحرب الاوكرانية ده السبب فيه اللي احنا فيه ده سياسته الخاطئة انا ما قلتش حاجة بقى انا قلت ده من عندي والا اجرع الله طلع صندوق النقد النهاردة كد بالسيسي وقال له خسئت خسئت يا رعديد حرب اوكرانية ما لاش عقب القصة دي سياستك الخاطئة اللي قال الكلام ده النهاردة ونشره الصحة فيه صفة عمران كتب ويقول بالنص كده صندوق النقد وخالف تصريحات الرئيس السيسي ويؤكد ان سياسات اقتصادية خاطئة سبب الازمة الاقتصادية في مصر وليست الحرب الروسية الاوكرانية وخبراء يؤكدون ان العملة الاوكرانية اللي هي في الحرب فقدت 35% من قيمتها منذ بدء الحرب بينما العملة المصرية فقدت 100% من قيمتها عشان بس بيتحك عليكم بيجدب ويوم ما قال لكم وكنا ماشيين كويس بس الحرب الاوكرانية اوكرانية تمين يا ابو اوكرانية وشك فالحيط وقفاك لي ده انت اصلا ده اوكرانيا ما بتعاليش زينا اللي هي اصلا بتتدعك عملتها فقدت 35% بس ويقع بتتدعك لين نهار والروس اول مبارح دربوا لهم وحطة كهرباء في الشتاء ده ودي اوكرانيا تلج يعني وعملتهم خسرانة 35% واحنا اللي بعيد عن اوكرانيا خسرين 100% ايه بقى مين اللي كشف الكتبة دي انا قلتها قبل والله الصندوق ما يقولها النهاردة اتناشرت بقى الناس نشروها الصندوق كان ديبو وقال له سياستك الخاطئة قادي الجرافة هو بين الشروط وتعادات الحكومة صندوق النات اطلع يا معلم رأي الصندوق قالك اختلالات اقتصادية متراكمة من قبل الحرب الروسية انت السبب في اللي انت فيه ده مش الحرب الروسية اختلالات اقتصادية متراكمة قالك لا تزال هناك حاجة طويلة الامد طويلة لدفع اصلاحات هيكلية ديون مصر يمكن تحملها ولكن ليس بقدر كبير بنحرر مطلوب تحرير سعر الصرف لتجنب تراكم الاختلالات الفجوة التمولية تقدر بخمسة مليار دولار حتى يونيو القادم طيب ايه بقى شروطه اشترط الآتي تقليل الانفاق على المشاريع اللي حل أزم التضخم والصرف اتنين حجد تضفقات من المستثمرين لسد الفجوة التمولية تلاتة بيع اصول بقيمة يتصل الى ستة مليار في سنتين اربعة ربط اسعار الوقود بالاسعار العالمية كهرامة بالسعر العالمي بنزين بالسعر العالمي اللي بعده ربط الاسعار المحلية للغاز الطبيعي بالاسعار العالمية فرض ضرائب اضافية على الوقود الجيش يخرج تماما من الاقتصاد نشر تقرير سنوي للنفاقات الضريبية بما فيها شركات الجيش تعهدات السندوق تعهدات مصر بقى مصر ايضا طب انا عهدك القاتي واحد ابتق وطيرة الاستثمار في المشروعات العامة عرفك يا ده اللي قاله واقل نحاس قالك واسمه ايه التاني واقل التاني يا رجل خبير التاني ده قالك يعني نجدول يا جماعة نهدي نمرحل المشروعات دي نمرحلها يعني ملع مراحل طويلة هنجنينا والله هنجنينا طلع الكلام ده قال نمرحل مع عمر قريب قال نمرحل قاله نوقف العاصمة دا ليه قاله بص انا مش قادر لكن نوقف بس نمرحلها يعني طول رفع ايه بقى اسعار المنتجات الوقود بحصص بالشركات وعدد من الاصول ده مصر تعهد بالكلام ده عدم التدخل في اسواق العملة الاجنبية يعني يسيبوا الجنيه يمرحل التخلي عن معظم برامج الاقراض المدعوم ربط اسعار الفائدة بالبنوك باسعار البنك المركزي ده او دي تعهدات مصر لسندوق النقد الدولي يا حضرات القصة زي ما انا بقول لكم كده برلماني سابق بقى بيقول بانشاء مراكز اطعام الفقراء والمساكين ايه معلم ده انت عايز ايه دي ده ايه دي عايزة لا ولسه في توقعات تاني بنهيار جديد للجنيه لما يتم رفع سعر الفائدة بس الاول نتفق مع بعض كده ان الكزب بتاع السيسي بتاع قصة الحرب الروسية انت تنسوها خالص بنك الصندوق النقد نشر قال اختلالات في السياستك الاقتصادية قبل الحرب الروسية ده انت واخد يا راجل قرد من الصندوق في 2016 قبل ما يفكر بوتين في انه يختحم الحيود الاكورمين يا راجل ده انت عايش الميغة وبنيت قصور وطلعت ببجاحة قولت يا ابن قصور ايوا قبل كورونا وقبل القصة دي وقبل الحرب الروسية ترجع تقول لي ايه المهم يعني بتوقعوا ارتفاعات جديدة اهو روسيا اليوم مش انا توقعات او بارتفاع جديدة الاسعار الفايدة خش هيا فيها فايدة والله ما فيها فايدة طيب ولسه كمان الاسعار هترفع بعد التعويم الجديد ده للجنيه وخلال ساعات بيقولوا بيقولوا هيتم الاعلان عن اسعار جديدة للوقود واللي متوقع انها هتزيد بنسبة كبيرة اهو هات الخبر يا عمي الاهالي الاغبال على الشراء ينخفض للنصف تفاقم ازمة الدواجب من مصر بسبب شح الدولار وارتفاع الاسعار مستمر اللي يغيزك يا والا ان حتى رجلين الفراخ اتجننت وبقت بالحجز والمصحف الشروق كانت بكده النهاردة اهو الركود يضرب سوق الدواجن وموطنون الفراخ اتجننت والارجل بالحجز اجلين الفراخ على رأي المسر دينا بالهم والهم مش راضي بينا واسعار البازين نشوف بقى اسعار البازين الجديدة اخبارها ايبا قادي المصر اليوم نشرت خلال ساعات اه بكرة خلال ساعات ايه ما هو الخميس ما هو الاغنية كان بتقولي علي اللي هي بتاع هلب الخميس الناس زمان كانت تغني هلب الخميس عشان الصهر والفنجرة وشؤون اخرى دلوقتي بقت هلب الخميس دي انت بتصحى يوم الخميس الصبح بيدرب لك قرار يسد نفسك عن الحياة كلها وبالتالي الشؤون الاخرى دي بتتوقف تماما ويرتها تتوقف بص انت هتصحى الصبح يوم الخميس اعمل حسابك يا معلم بقى خلاص انت جيتك نحست هتصحى الصبح يوم الخميس هتلاقي خبر بقى دب البنزين غالي على فكرة الخميس ده اللي هو بكرة صح اللي هو كان في الشهر هما كانوا قالوا من كم من مدة كده ان خمستاشر يناير هيزود البنزين والله العظيم ان الخبر ده قاليته من فترة من اسبوع وعشر تيام قالوا ان هما هيزودوا البنزين يوم خمستاشر ماشي النهاردة بقى الجمعة الخميس بكرة اتناشر هتلاقي الدنيا واقفت موازت زيادة اهو والله كم كم كان واحد يناير قالك زيادة جديدة في اسعار الوقود قبل خمستاشر يناير شوفت كانت ناشراء العربي جديد للامان العلمية يعني ان الخميس خلال ساعات هتلاقي بكرة احتمال كبير او بكرة هتلاقي زود اسعار البنزين وبينتظر انها تزيد بنسبة كبيرة يعني انا معرفش بس بيقولوا كده وانا السؤال هل السيسي ممكن يلغي دعم الكهرباء على المصريين يبقى اللي ما عندوش عربية يلبس في الكهرباء ده السؤال اللي الناس بتسأله هل السيسي هيلغي الدعم دعم الكهرباء أربع سيناريوهات صعبة بانتظام بانتظار المصريين أربع سيناريوهات صعبة يا حضرات ببساطة جديدة جدا عايز اقول لكم خلاص مش القادم أسوأ لا اقولنا لكم الكلام ده انا قلته من 2013 والله من 2014 وقولنا هقولكم في 2016 ما صدقتوش ومشيت وراه لحد ما زي اللوحة دي كده لبسكو في الحيطة ولأ ولسه دايز بنزين لسه دايز بنزين والمشكلة انه هيلوش اكتر هيلوش اكتر ومصر دخلت زحليقة قد لا تنتهي بشان اللي بقوله على فكرة ارجع لصدوق النقد كده قال ايه قال مصر قادرة على انها تسدد ديونها ولكن على أمد بعيد هاتها كده الله يخليك هات اللوحة بتعشروت صدوق النقد هاتها كده الله يكرمك ايوه لا تزال هناك احتاني واحتاني شطر لا تزال هناك حاجة طويلة الأمد لدفع الاصطحات الهيكلية ويرجع يقولك تيجي تقوله كده يقولك بطل وهاري بقى بين اللي بيهري ده انت ما عندكش دم البعيد اللي بعده اللي بيهري